قال وزير النفط العراقي جبار العيب يامس الأحد إن الوزارة ستعقد اليوم الاثنين جلسة لدعوة شركات أجنبية للمشاركة أعمال التنقيب والاستخراج في تسعة حقول للنفط والغاز في العراق وذلك بهدف زيادة قدرة البلاد في مجال إنتاج الطاقة من خلال تعاون مع الشركات الأجنبية يذكر أن اكساد الأيراقي يعتمد بشكل أساسي على إنتاج نفط وتسديرها حيث بلقت إيرادات تسدير النفط الخام في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 47 مليار و 880 مليون دولار ميكي بحسب إحصاءات الحكومة الأيراكية إلا أن الحكومة ترى أن إيرادات النفط الحالية غير كافية لتلبية حاجة إعادة العمار في البلاد بعد الحرب وفي شأن متصل ستعكد منظمة دول المصدرة للنفط أوبيك اجتماعا نصف سنويا يوم الخميس المقبل في العاصمة النمساوية فييانا وأشارت بعض وسائل إعلام الاحتمال أن يتخذ اجتماعه قرارا بإبقاء إنتاج نفط على مستوى منخفض غير أنه من لافت للنظر أن العراق بصفته عوضا هاما في أوبيك أطلق إشارة عزمه توسيع إنتاجه الحالي من النفط بتزامن مع انتلاق هذا الاجتماع ترجمة نانسي قنقر